تستعد وحدات الحماية المدنية بولاية سكيكدا هذا العام لتدشين الوحدة التنوية للحماية المدنية بولاد عطية قصد تخفيف الضغط الحاصل على مستوى وحدة التدخل للحماية المدنية بالقل بينما تجري الأشغال بوتيرة متفاوتة على مستوى عدد من الوحدات الأخرى التغطية بالنسبة لولاية سكيكدا مضمونة بعشر وحدات تدخل وعندنا ثمانة وحدات قيد الإنجاز وسنة 2018 إن شاء الله تكون إن شاء الله سنة بداية تدشين الوحدات هي على نسبة متفاوتة وربما إن شاء الله تكون أول وحدة اللي ندشنها وحدة لدعطية للمنطقة الغربية للولاية يبقى فقط توظيف الأعوان بالنسبة للوحدات التي ستجسد في الميدان أما حاليا الآن حاليا بالنسبة للوحدات المتواجدة فالوسائل البشرية متوفرة تصنف سكيكدا ضمن ضائرة المخاطر الكبرى بسبب الحق للصناع الضخم الذي يقع ضمن إقليمها فضلا عن الغطاء الغاب الشاسع ما يخفش عليكم بأن الولاية سكيكدا هي تعتبر من الولاية التي تتصدر الأخطار الكبرى المنصوص عليها في التشريعات وخصوصا عندنا أخطار صناعية أخطار حرائق الغابات عندنا أخطار كذلك الزلازل أخطار حوادث المرور وكذلك الزكسيد في روفيار وعندنا أخطار حرائق الغابات خصوصا عندنا السنة 2017 سجلنا أكثر من 200 تدخل على مستوى أكثر من 200 حرائق تدعم وحدات الحماية المدنية بسكيكدا بالإمكانيات المادية والبشرية وفتح وحدات أخرى أمر ضروري لتقديم خدمة فعالة سيما وأن الموسم الفارط شهد حرائق كبرى بإقليم الولاية